السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا ومقاما رب اغفل لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبار رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين إخوتي أحبة في الله ما أحسن الكلام عن الله وعن رسول الله هل تستريح النفوس هل تطيب الحياة إلا بذكر الله وبذكر رسول الله كم أحب وأعلم أنكم تحبون ذلك أن نعيش مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن نتفرع في الكلام مع رسول الله لنعرف النبي 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 الودود النبي الوصول النبي الرؤوف الرحيم النبي الذي علم الدنيا كيف يتعامل الإنسان مع الإنسان كيف يتعامل المرء مع ذوي رحمه تعددت علاقات النبي وتنوعت وتعددت معاملات النبي وتنوعت وعلمنا كيف يتعامل رسول الله مع آله فعرفنا كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه وبناته وعماته ونتعلم الآن كيف كان يتعامل النبي مع بنات أعمامه مع بنات أعمامه انظر إلى تعدد علاقات رسول الله عاش الحياة الاجتماعية بأكمل صورها وأحسن صورها يا سلام ما كان يقطع علاقته بأحد أبدا من أقاربه أولا ومن الناس جميعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يعرف لصاحب الحق حقه ويعطي لكل ذي حق حقه كان يأكل عند أعمامه وعند عماته وعند بنات أعمامه ونتعلم كيف كان يتعامل ولهذا فنحن نأخذ اليوم صورة من حياة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن كثير من الناس كثيرا منا الآن للأسف الشديد ربما يقطع علاقاته بأقاربه الذين هم من الدرجة الثانية ده هناك الأكثر يقطع علاقاته بأقاربه الذين هم من الدرجة الأولى أعمامه وعماته أخواله وخالاته لكن رسول الله تعددت علاقاته حتى وصلت إلى ما هو أبعد إلى حفيداته وبعد حفيداته من عاش منهم مرة إلى عماته وأعمامه وبنات أعمامه صلى الله على نبينا وسلم لأن بعض الناس يفهم الإسلام خطأ يظن أنه ما دام مسلما ملتزما فلا علاقة له إلا بمحارمه أما سوى المحارم لا علاقة له بهم حتى السلام حتى عيادة المريض حتى الوصل أي أن يصلهم بالخير والمعروف وإن لم يجد فبالكلمة الطيبة فإن لم يجد فبالسؤال عن أحوالهم فإن لم يجد فبالشفاعة لإصلاح حالهم ولعمل الخير وتقديمه وتيسيره لهم أين نحن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الليلة نحن مع رسول الله في صورة من صوره من صور حياته الاجتماعية مع واحدة من بنات عمه إنها الهاشمية القرشية أعلم أو في ظني أن الكثير مننا لم يسمع باسمها ولم يعرف بحالها وهذه طبيعة هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله أن يجعله شاهداً لي ولكم وأن يجعله في ميزان حسناتكم وأن يعلمني وإياكم منه ما نتعلم لنصل إلى درجة الأدب الإسلامي ما نتعلم كيف نتعامل مع غيرنا كيف نحسن إلى الناس وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك وقولوا للناس حسنا قولوا للناس حسنا واحدة من نساء آل بيت النبي واحدة من الهاشميات القرشيات ذوات الفضل ذوات الكرم والسؤدد واحدة من أهل العفة عفة اليد وعفة اللسان وعفة العرض واحدة تربت في بيت السادة الأشراف من قريش بل من العرب أجمعين واحدة من بنات عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنرى كيف كان رسول الله يكرمها ويحسن إليها ويحرص عليها هذا الهدف الأساسي من هذه السلسلة التي أتكلم فيها عن بنات عم النبي هو أن نوسع العلاقات بين المسلمين أن نوسع العلاقات بين الأقارب أن نعرف حقوق الآخرين علينا وأن نعرف كيف نقدم لهم الخير والإحسان هذا من هدي النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام هل تدري عن من نتكلم؟ واحدة ربما لم يسمع عنها إلا القليل لكني أردت أن يعلمها الكثير خاصة من النساء إنها واحدة من بنات عم النبي اسمها ضباعة ضباعة بنت من؟ بنت الزبير زبير من؟ ابن عبد المطلب الزبير ابن عبد المطلب عم النبي هذه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف يا سلام من هي ضباعة؟ وما حالها مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنت عمه أقول حاجة سمحوني أنا لما أحب الكلام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب أن نعرف الصورة كاملة مع رسول الله ولا ننساها إنه نبينا يجب علينا أن نعرف كل شيء عن حاله وهديه والله والله نحتاج إلى كل كلمة إلى كل نظرة من نظرات النبي لنسعد في دنيانا وأخرانا نحتاج إليها ليتغير حالنا ويتبدل شأننا إلى أحسن الأحوال وإن تطيعوه قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا هداية هداية الحال هداية المآل هداية العيش هداية البيوت هداية البال هداية الولد هداية الزوجة هداية الدابة هداية البيت الهداية وإن تطيعوه تهتدوا تهتدوا أعمام النبي كما قال ابن هشام وذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد أعمام النبي عشرة وقال بعضهم تسعة وعاشرهم أبو النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم أعمام النبي عشرة الحارث الزبير أبو لهب أبو طالب ضرار المقوم العباس حمزة ثم الغيداق وعبد الله أبو النبي أبو طالب وأبو لهب حمزة والعباس خلي بالك تعرفهم كذا أبو طالب أبو لهب دلهم وضع حمزة والعباس لهم وضع آخر الحارث والزبير لهم وضع ضرار الغيداق حدل 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 وضرار الغيداق ثم عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنا قلت ليه التأسيمة دي أبو لهب وأبو طالب هذا في جانب لأن هؤلاء الأربع أدركوا النبي أبو لهب وأبو طالب والعباس وحمزة أدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أربعة من عشر يبقى ستة الستة كلهم ماتوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحارث والزبي ضرار وحجل المقوم والغيداق سهل جدا نعرف نحفظه صحيح بعض الناس يقول إيه الفايدة من معرفتهم الفايدة أن تعرف كيف كانت عامل النبي حتى مع أعمامه منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم لنعرف كيف نتعامل مع الناس عامة تاني أبو لهب وابو طالب وحمزة والعباس أدركوا بعثة النبي أربعة أسلم اثنان وكفر اثنان عجيب أسلم الحمزة وأسلم العباس أو أسلم حمزة والعباس وكفر أبو لهب عبد العزة وأبو طالب عبد مناف وأنا قلت اللفتة دي من زمان قلت العجب إن الأربعة اللي أدركوا بعثة النبي أسلم اثنان وكفر اثنان أسلم الحمزة والعباس أسلم الحمزة والعباس وكفر اثنان أبو لهب وابو طالب ليه أبو لهب كان اسمه عبد العزة وأبو طالب عبد مناف يبقى كان عبدا لغير الله فأضره اسمه اسمه أضره علشان كده نقول نختار الاسم الحسن للأولاد لأن للاسم تأثير على الولد صحيح ممكن واحد يقول لي يعني عشان اسمه عبد العزة كفر لا لكن هذه موافقة اتفاق واللي اختار الاسم هو الآء الله عز وجل لأن في سابق علم يعلم أنه سيكون كافرة لكن صحيح في ناس كان اسمهم اسم سيء وغير النبي اسمهم بعد ذلك وأصبح اسما حسن لكن أقول أربعة من أعمام النبي معلش أربعة أدركوا البعثة أسلم اثنان وكفر اثنان أسلم الحمزة والعباس وكفر أبو لهب وأبو طالب لسه ستة هؤلاء الستة هؤلاء الست ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحارس والزبير ضرار وحد الغيداق أو الغيداق الغيداق هذا مختلف في اسمه صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم مختلف في اسمه مختلف في اسمه هل هو من أولاد عبد المطلب أو ليسوا من أولاد عبد المطلب يبقى بأول الزبير أحد أبناء عبد المطلب وهو عم النبي وقال بعض أهل العلم كان أكبر ولد عبد المطلب وقال البعض الآخر الحارث هو أكبرهم ومن بعده الزبير بن عبد المطلب لكن بعضهم قال كان عم النبي الأكبر الزبير في ظني أن النبي لم يدرك الحارث عمه ولم يدرك إلا الزبير فكان أكبر أعمامه عندما أدرك النبي أعمامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزبير تبا أنا أتكلم على الزبير ليه لأن الزبير ده هو والد ضباعة عشان نعرف أين تربى الضباعة مع من تربت مع من نشأت من أين رضعت رضعت النسب والحسب والشرف رضعت الكرم والجود لماذا الزبير والد ضباعة هي ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابن هاشب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب أمها أمها أم ضباعة هي عاتكة بنت أبي وهب ابن عمر ابن عائد المخزومية فأبوها هاشمي وأمها مخزومية فهي في الذروة من الشرف والمكانة في بنات مكة من الأصول أبوها هاشمي وأمها مخزومية سادات قبائل قريش أربع قبائل كبرى في قريش بني هاشم و بني مخزوم فهي نالت الذروة وده برضو مهم جدا نعرف نعرف المنبت التي نبتت فيه إحنا عندنا حديث ضعيف إياكم وخضراء الدمن قالوا من خضراء الدمن يا رسول الله قال المرأة الحسنى في المنبت السوء حديث ضعيف صحيح لا يؤخذ منه حكم ولا يبنى عليه حكم صحيح لكن له دلائل دلائل أن البنت التي تربت في بيت طيب نبتت فيه فيكون نبتها طيبة وثمرتها طيبة لكن قليل من تكون نبتت في أصل خبيث خبيث فتكون طيبة فيه فيه يوجد هذا لكن القليل الأصل مهم جدا وإحنا حتى بين العرب يقولون لما واحد يجي يتجوز يقولون له دور على إيه بنت الحسب والنسب الأصيلة بنت الأصيل الأصيلة اللي معنا النهاردة ضباعة بنت الزبير أصيلة أبوها الزبير تب من هو الزبير الزبير هو عم النبي الأكبر على قول بعض أهل العلم الذين أدركهم رسول الله الزبير ابن عبد المطلب هو الذي تولد رفادة والسقاية بعد أبيه عبد المطلب يعني إيه السقاية والرفادة يعني كل الحجيج الحجاج اللي بيجوا يحجهم كان عبد المطلب عليه أن يطعمهم وأن يسقيهم ما فيش حد يصرف ينفق ولا مليم ولا فلس ولا درهم ولا دينار عليكم علي طعامكم وشرابكم اسمها السقاية والرفادة اللي كان مسك السقاية والرفادة هاشم ابن عبد مناف وخدها من بعده عبد المطلب ابن هاشم وخدها من بعده الزبير ابن عبد المطلب وخدها من بعد الزبير أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ثم تولاها العباس تاني يبقى الزبير والد الضباعة كان هو اللي بيتولى الرفادة والسقاية شرف مكانة عالية يطعم الحجاد ويسقيهم من ماء زمزم كل من جاء إلى بلد الله الحرام طعامه وشرابه على الزبير بس كده وكان شجاعا بطلا كان قائد بني هاشم في حرب الفجار حرب الفجار كما قال أصحاب السير كانت في السنة العاشرة من ميلاد النبي لما أصبح النبي عمره عشر سنوات وقال بعضهم أربعة عشر أربعة عشر عاما كان عمر النبي أربعة عشر عام أو عشر سنوات حصل حرب اسمها حرب الفجار وحرب الفجار سميت بهذا الاسم لأنها كانت في الأشهر الحرم كان قائد بني هاشم من في هذه الحرب هو الزبير يعني بطل كريم نعم أصيل نعم شجاع نعم قائد بني هاشم في حرب الفجار بس كده راجل حرب ومعركة وخلاص لا ده بعد حرب الفجار بأربعة أشهر حصل مشكلة لرجل من زبيد إنه اشترى شيء من وائل السهمي ومرضيش يديله حكته فالرجل الزبيدي زبيدي اليمن من بلاد اليمن زادها الله شرفا وأمنا وأمانا وردها إلى أمنها كما وصفها ربنا عز وجل من قبل في سورة سبع أقول راجل من زبيد جاء اشترى من وائل السهمي العاص بن وائل السهمي اشترى منه حاجة ودفع له الفلوس ومرضيش يديه البضاعة فالرجل الزبيدي طلع على جبل بني قبيس ونادى يا معشر قريش انصروا مظلوم يا آل فهر ما لكم لا تنصرون المظلوم من اللي سمعه الزبير ابن عبد المطلب قال والله لا انصرنك وعمل حلف اسم حلف الفضول أو الفضول جمع فيه سادة قريش واتفقوا وتعاهدوا وتعاقدوا الذي دعا إليه والزبير ابن عبد المطلب وهو اللي قال ان لا يقيم في مكة مظلوم ولا يبقى في مكة ظالم ان الفضول تعاقدوا وتعاهدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم الزبير ابن عبد المطلب يقول هذا ان الفضول تعاقدوا وتعاهدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم لازم نأخذ حق وفعلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمره 14 سنة ويقول عن نفسه كما في صحيح الإمام البخاري انه شهد في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعي إليه في الإسلام لأجابه يقول عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهدت في دار عبد الله بن جدعان بيت كبير قريش عبد الله بن جدعان عملوا فيه مؤتمر المؤتمر دا لنصرة المظلوم بس على حق على حق وكان الذي دعا إليه هو الزبير ابن عبد المطلب تبا أنا بقول هذا الكلام ليه أقول لتعرف أين نشأ الضباعة من هي إذن صاحبتنا التي نتكلم عنها اليوم هي ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب